ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله وكانت مصالح الشرطة القضائية مدعومة بتقني مصرح الجريمة قد باشرت بتاريخ الثالث عشر من نومبر الجاري إجراءات معاينة سرقة استهدفت خزنة حديدية تحتوي على مبلغ مالي مهم من داخل منزل بحيث تسير بمدينة برشيد الأبحث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية أظهر تورط المشتبه فيهم في ارتكاب هذه الجريمة أثناء قيامهم بتنفيذ أعمال للصيانة داخل هذا المنزل قبل أن يتم توقيفهم ويتم حجز جزء مهم من المبلغ المالي المتحصل من هذه الصرقة مدفونا بأرض فلاحية ضواحي مدينة بنحمد وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية والمراقبة بالنسبة للقاصر رهن إشارة البحثة الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة اشتركوا في القناة